يلا نشوف الحالة العاطفية لبرج الاسد اخبرها ايه? اوكي تمام طيب بس يا برگ الاسد اللي انا شايفه والله اعلم ما شاء الله جميل جميل جدا 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 طيب اللي انا شايفه حالتك دلوقتي انت جاتلك زي ما تقول حالة استغناء فاهمين قصدي لما تكون انت مع شخص وحاسس مش حاسس بامان كامل او ما بتاخدش العطاء اللي انت تستحقه او اللي انت عايزه فيبتدي عقلك يعمل حالة من الاستغناء اوكي انت مش هتديني انت مش هتديني اهتمام او مش هتديني الوقت او مش هتديني اي ان كانت الحاجة اللي انت عايزها من شريكك فانا هيبقى عندي حالة استغناء ولا ولا يفرق معي بتهرب من مواجهة حاجة معينة انت بتهرب من حاجة بتهرب من مواجهة حقيقة يمكن انه انه انت تستحق افضل دي حاجة دايما العلاقات لما بتبقى فيها علاقه فيها حب جامد قوي بنبتدي مش هايز اقول اضحك على نفسنا بس اللي هو ايه بن نيم نفسنا لا كل حاجة تمام حالة المواجهة دي انه لا انا استحق احسن دي حالة من الهروب فانت بتحاول توري ان كل حاجة تمام عايزة اسميها الوضع اللي انت فيه انت خارج انت في حالة حزيمة بمعنى اللي انت عايزه ما حصلش او ما بيحصلش كويس فانت محزوم كويس يعني الطرف التاني او الشريك كلامه هو اللي ماشي او طريقته هي اللي بتستعمل لحد دلوقتي مش طريقتك مش انت فانت محزوم او هو جاي عليك وانت بتحاول تباين انه لا ده بمزاجي على فكرة هو بمزاجي انت بقى قادرة هو بمزاجك ولا مش بمزاجك اللي انا شايفاه مزاجك انت عايز تنسحب انت عايز تنسحب وعايز ندمان على وقت كتير قوي انت الديته وعطاء كتير قوي 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 انت نفسك تبعد نفسك تبعد بس طبعا مش بساهل كده البعد مش بساهل كده لانك شايف شريكك هو العيلة الناس اللي متزوجين انت شايفوا هو العيلة والاستقرار والاطفال والحياة كلها هو انت شايفوا كده لو بعدت الصورة دي هتنهار خلاص الناس اللي مارتبطوش فهم شايفين شريكهم ده هو العيلة المستقبلية يعني على اعتبار ما سيكون هو بنا حياته الصورة بتاعة العيلة معاه صعب انه هو يعملت ريبلايسمنت يحط حد تاني بداله شايفوا الشريك شايفوا الشريك شايفوا يعني الشخص اللي هو بيصق فيه الشخص اللي هو عارفه الحبيب هو انت شايفوا الحبيب طب تعالوا نشوف بقى شريكك الناحية التانية اخباره ايه شريكك بيحبك على فكرة يا اسد ومطبط بك جدا هو في حالة من عارف كده كده لازق فيك ما اقدرش يبعد عنك بيحبك جدا بيصق فيك جدا نورك يا هنة بس هو حالته دلوقتي هو مش عارف يدي مش عارف يدي هقولكوا ليه ممكن يكون حاجة من اتنين على حسب طبعا الحاجة اللي هو عايز يديها لو احنا بنتكلم عن مشاعر وعن اهتمام فهو مش عارف يدي لان الشخص ده تقرس من حاجة قبل كده مقروس جامد هو كمان جايلك بمشاكله فهو مش قادر يقوم بحركة اندفاعية فيها مشاعر صريحة كده لان اللي جايلك ده مقروس فلنفرض ان الحاجة اللي انت محتاجها منه دي حاجة مادية اوكي لو هي حاجة مادية فهو اللي معاه على قده هو اللي معاه على قده نفسه يتفتح له بابرزق جديد نفسه بابرزق جديد فلنفرض ان هو موضوع مش موضوع فلوس نفسه بطاقة جديدة هو ما عندوش فاحنا وصلنا كده ل الكونكلوجين بتاع الموضوع شريكة مش بيديلك بخل او قلة اهتمام او قلة حب او قلة عطاء لا هو فعلا ما عندوش لو هي فلوس فهي مش معاه لو هي مشاعر فهو الحتة دي عنده مقزية مش قادر يدى فيها دلوقتى فهمته قصدي ام شايفك ازاي شايفك ابتدت اعتمد على نفسك فعلا هاي في حالة اعتمدة على النفس ابتدتت تستغنع او بتحاول توريله وتديله علامات واشارات انه خلي بالك انا ابتدت استغنع امarakش بتخبي عليه ما بقتش كتاب مفتوح زال اول الدنيا تغيرت ما بقتش زال اول بقيت بتخبي حاجات ما بقيتش تقول كل حاجة طبعا أنا بتكلم عن المشاعر دلوقتي وعن الأفكار ما بقيتش تشاركوا أفكارك ما بقيتش تشاركوا أحلامك أو حسيسك في حالة من الحاجات المستترة The High Priestess الحاجة المستترة وهو شايف ده هو عرف ده الطاقة ما بينكم يا جماعة الطاقة حلوة قوي الطاقة واضح إن هي فيها بدايات جديدة بمعنى إن كل لما تيجوا بالعلاقة دي تقولوا مفشكلها تبتدي بداية جديدة تطلع الشمسة تانية بصوا عارفين لايه دايرة ملهاش نهاية الرقمة بينكم صحية جدا ودايما فيها رجوع بصوا على طول تروحوا فيما تروحوا رجوع أول لما يحس إن أنت بتبعد عنه أو إن هو هيخسرك يبتدي يمسك فيك تاني ويقول لك لأ خليك أنا هعمل 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 تبتدي أنت تبتدي 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 صفحة تانية وتبتدي تدي أو تبتدي تستنى لحد ما تشوف هيحصل إيه إن شاء الله في مرة من المرات هليحصل في مرة من المرات المهم إن الطاقة ما بينكم جميلة جدا الشخص ده مش بيستغل لك يا أسد أو هو مش بيحبك أو بيخبي عليك حاجة الشخص ده ظروفه هي دلوقتي مش سامحة بأكتر من ده فأنا نصيحتي ليك هقول هيلك هنستحبها كارت لوقتي للحالة اللي إحنا فيها دي تمام يا مرح هنصحكوا تعملوا إيه بس اللي أنا شايفها إنه اختياراتكم مش كتيرة لأنه عينوا لشوشتكم زي ما هو واضح بتحبوا جدا جدا أو فيه أسرة خلاص هي عيلة وما ينفعش تتشتت هقولكوا تتعاملوا مع الموضوع إزاي بس هي حالة الاستغناء دي فكرة كويسة جدا واللي بتعملو ده صح يعني كويس أيوا حسسوا بالاستغناء ده هيعمله هو ألارم وحيخليكوا إنتوا فعلا يعني ما تبقوش مستنيين حاجة بشكل مستديم بالطريقة دي الموضوع ده مرهب اللي بيحصل دلوقتي واضح إنه فيه حاجات كويسة جاية اتجاهكم ممكن تكون طاقة كويسة ممكن تكون يعني أمال جديدة بتتفتح قدامكم ببان جديدة بتتفتح فرص جديدة خير فيه خير كويس بيحصل واضح إن انتم الاتنين ناس طيبين ناس كويسين ما بتقزوش بل بالعكس بتحاولوا تساعدوا وبتحاولوا تنفعوا اللي حواليكو فيمكن دلوقتي يجي الوقت إنه يتردلكوا شوية من الخير ده فيه خير جايلكم إن شاء الله وجاية للعلاقة دي بس ده ما يمنعش برضو إنه فيه حالة تفكير بيتمعن في العلاقة الكارتين دول بيقولوا تفكير وتمعن انت داخل يا أسد الفترة اللي جاية دي على مرحلة تقييم العلاقة العلاقة دي رايحة فين؟ العلاقة دي مغزاها إيه؟ حالة انسحاب شوية حابب تكون مع نفسك بتفكر لوحدك أنت واضح إن أنت ما بقيتش بتشارك شريكك خالص في القرارات أو في التفكير أنت فعلا بقيت فيه عزلة شوية عنه لكن شايف أنه أنت هتخد المغامرة هتكمل المغامرة للآخر يعني بغض النظر عن حالة التفكير والمعسكر التفكير اللي انت عامله ده إنما في الآخر هتكمل المسيرة وشايف أنه هتجيلك طاقة حلوة جدا 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 واحتمال يكون فيه صفر زي ما قلنا الكارت دفول ده بيبقى معناه صفر يمكن يحصل صفر قريب لعله يكون ده الخير اللي جاي لكم الفترة دي وشايف أنه حاجات قليلة جدا بتسعدكم العلاقة دي حاجات قليلة وبسيطة جدا بتسعدها فأنا شايف أنه علاقة مستمرة لو حصل انفصال للأسد فأنا شايف أنه هو فيه رجوع شايف علاقة مطربتة جدا جدا جدا